يعني إحنا عم نحط الإطار لكن خليني نرجع للمحور يعني على يعني هل يلام الله على ما يحدث طيب ده السؤال الصعب الحقيقة يعني وأنا لا أدعي أنه عندنا إجابات أنا عند أتكلم عن نفسي يعني لا أدعي أن أنا عندي إجابات يعني قطعة لكن الحقيقة ده واحد من الأسئلة الصعبة وخلينا أقول أنه إحنا بنصارع مع الألم والشر اللي موجودين حوالينا بنصارع مع أفكارنا اللي مش قادرين أحيانا نضبطها في أنها تمارس إيمان بدون أسئلة ومش غلط الأسئلة لكن المهم ودي حاجة يعني اسمح لي ابتدي بيها في الحتة دي المهم اتجاه القلب وهو بيسأل دي فكرة مهمة لأنه أحيانا نضع الله في قفص الاتهام وأعود بقى حكمه إزاي ده يحصل وإزاي ده ما يحصل والحقيقة ده أمر مهين لله ويتجاوز حدود الإنسان جدا جدا يعني لننتبه يعني يعني أنا عايزة أقول كده هو عدم إيمان أكتر طبعا فيه عدم إيمان بس هو ساعات بيكون فيه ناس فعلا محتارة والله بيحترم الحيرة ويتعامل معها بس ساعات فيه مشكلة في القلب اللي هو فيه كبرياء ده اللي هو إيه يعني يتجاوز حدوده ويتكلم مع الله مش تساؤل المحتار طب ما هو داود تسأل أسئلة محتارة ساعات كده قال له إيه لا متى تنساني كل الناس ياه ما ده سؤال يعني بيعبر عن وجع لكن شوف الإتضاع اللي بيتكلم به شوف إنتظار الرب عشان كده أنا بس بستغل الفرصة دي وأقول ينفع نسأل الأسئلة اللي زي دي يا رب ليه تسمح بك ده إزاي ده يحصل ينفع ده لكن بقلب عارف سلطان الله ومقدر حدوده أيضا يعني بدل الله مكانته وبحط نفسي في الحدود اللي أنا بقول له علمني وجاوبني مش بس إن أنا بتاهمك أرجع للسؤال لماذا أو هاليولام الله على ما يحدث عايز أقول هنا كم حاجة الحاجة الأولى فيه ميل إنساني لإلقاء اللوم على الله وأنا عايز حذر من الحاجة إحنا عندنا الميل ده عندنا الحاجة دي اللي هي بتاعت إنه إرمي المسؤولية على ربنا وقول هو المسؤول لازم يكون فيه كبش فداء وهاي على فكرة إحنا منتكلم على كولتشر الكولتشر إحنا إتحكيت بشكل شخصي لكن هو إحنا الخلفية بتاعتنا والكولتشر بتاعنا مبني كمان على الكبرياء فأي شيء لأنه إذا أنا اعترفت معناته أنا قللت من أهمية فلازم يكون فيه كبش الفداء يعني زي ما العالم يوم برمو كل شيء على أمريكا السبب في كل المشاكل والمنفذ الأول أو الملجأ الأول للإنسان في الحكاية دي إرمي على الله إنت ليه تعمل كده إنت إزاي تسيب الناس تقتل إنت إزاي تسيب الظلم إزاي تسمح بالمشاعر فيه وطول الوقت فيه ميل بشري كده قوي عند الإنسان إنه يلقي المسئولية على الله ودي فكرة محتاجين نرجحها شوية ونبص فيها لأنه ليه هسأل السؤال طب ليه الإنسان بيعمل كده الحقيقة إجابة الواضحة ليه الإنسان بيرمي المسئولية على الله عشان يتهرب من المسئولية صح يعني أعرف لما الله جهل آدم يا آدم إيه اللي إنت عملته قال له حوى وحوى الحية أعرف هو ده ميل إنساني فهو دي الفكرة الله أو الإنسان بيجي إليه الله هو المسئول هو السائب الحرب ألاقي دي أسرة مشردة يا رب إزاي تسيب الأسرة دي يحصل لها كده وطبعا في الأمراض وفي كل حاجة طول الوقت إلقاء اللوم على الله السبب الأول فيه لماذا نلقي اللوم على الله للتهرب من المسئولية أنا مش عايز أعمل دوري دوري الأساسي اللي الله لما خلق آدم وحطه في الأرض قال له إيه قال له اجتهد في هذا الأرض اصنع دورك باللغة مزمور 37 أسكن الأرض ورعى الأمانة هل الإنسان بيعمل كده هل الإنسان بيرعى الأرض ده الإنسان من يوم ما تسلط على الأرض واخربها حتى جزء كبير من مشاكل الصحية اللي في الكون دلوقتي مرتبطة بزيغان الإنسان التلوس المضاعفات أو أثار المفاعلات والإشعاعات وكل ما مد الإنسان يده فيه عشان يخرج منه منتجات يستخدمها للأذى كانت نتيجتها كوارث كوارث في الأرض فعشان كده كله ده بقى مش عايز أبص الإنسان عمليه مش عايز أدوق مش عايز أحط الإنسان قدام مسئوليته ودوره أنت عملت كده أنت كنت عليك جزء مسئولية في كده أنا مش عايز أعمل كده خالص لكن الأسهل إيه أبص فوق إنت إزاي تسمح بك اشتركوا في القناة